السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم في قناتكم ماروفيلتشيو القناة الإخبارية والتعليمية بامتياز أريد من خلال هذه الفقرة الإخبارية بعدما طلب مني عدد كبير من الأصدقاء أن أخبرهم بنتائج مقاطعة هسن هذه اليوم كانت انتخابات في مدينة هسن هنا توجد مدينة هسن كبطرون في الخريطة عاصمتها فيسبادن وعدد سكان المقاطعة ستة ملايين نسمة كانت هذا اليوم انتخابات جد مهمة عرفت نتائج كارتية للغاية بالنسبة لحزب السيدة ميركل يعني الشعب الألماني غاضب جدا من سياسة السيدة ميركل يعني بشكل كبير سوف نبدأ بالنتائج الأولية وسوف نبدأ بالنتائج التي أعطتها القناة الأولى الألمانية كما تلاحظون النتائج الأولية حزب السيدة ميركل 28% حزب الاس بي دي الاشتراكي 20% حزب الخضر 19.5% نتيجة رائعة جدا حزب اليسار 6.5% الحزب الليبرالي اف دي بي 7.5% حزب البديل اف دي 12% ويدخل البرلمان لأول مرة وبذلك حزب البديل يدخل إلى كل برلمانات المقاطعات الألمانية الستة عشر سوف نقوم بتحليل هذه النتائج لاحظوا معي حزب السيدة ميركل عنده خسارة عشرة ناقص عشرة بالمئة يعني عشرة فصلة ثلاثة بالمئة يعني نتيجة سيئة للغاية صفعة كبيرة لحزب السيدة ميركل والشعب الألماني يعني قال لها غيري سياستك غيري سياستك وإلا سوف نعاقب حزبك بالانتخابات يعني ناقص عشرة بالمئة نتيجة قاسية للغاية الحزب الاشتراكي العريق أقدم حزب في ألمانيا حزب الاس بيدي يتلقى صفعة كبيرة ناقص عشرة بالمئة ويفقد عشرة بالمئة من قوته ومن أصواته لكن بالمقابل حزب الخضر لاحظوا معي زائد ثمانية فصلة أربعة بالمئة يعني حزب الخضر على ما يبدو بأنه أصبح حزبا محبوبا في ألمانيا بسبب سياسته الواقعية في أمور كثيرة من بينها الطبيعة الأمور الخاصة بالديزل الأمور الخاصة بإدماج اللاجئين إلى آخره حزب اليسار زيادة واحد فصلة ثلاثة بالمئة حزب الليبرالي الف دي بي زيادة اثنين فصلة خمسة بالمئة أيضا لاحظوا معي هنا حزب البديل دخل لبرلمان مقاطعة هسن لأول مرة في تاريخه وبذلك يعني زيادة 7.9% هذا الحزب بدأ يكبر بقوة أصدقائي هكذا سوف يكون تقريبا البرلمان في مقاطعة هسن سوف ندقل إلى الـ CDF لأنه دائما الآن هي نتائج أولية نتائج فقط أولية ننتقل هنا طلحظتم الـ CDO حسب موقع الـ CDF يقول بأنه الـ Prognose هذه كلها نتائج أولية يقول بأنه حزب السيدة ميركل عنده 27% تقريبا لحظة واحدة 27% يعني خسارت تقريبا 11% حزب الـ SPD 20% أيضا خسارت تقريبا 11% الخضر 20% اليسار 6.5% الليبيرالي الـ FDP 7% وحزب الـ FDA البديل 13% صراحة صفعة كبيرة كما تلاحظون الخسارة لاحظوا معي الخسارات الحزبين العارقين الكبيرين خسارة يعني الشعب الألماني يقول للسيدة ميركل ويقول لحزب وزيرة داخلية ويقول لحزب السيدة نالس الحزب الاشتراكي نحن لسنا متفقين مع سياستكم هذا الأمر الآن صراحة كبير هل سوف تنهار الحكومة الألمانية لأن الشعب لم يعد عنده تقى كبيرة في الأحزاب المكونة للحكومة السيدة ميركل عليها ضغط كبير الحزب الاشتراكي عليه ضغط كبير جد متشوق للأيام المقبلة في بيرلين في العاصمة لكن أنا أشك بأنهم سوف يقومون بإسقاط الحكومة لأن إسقاط الحكومة يعني إعلان الفشل وإسقاط الحكومة تعني انتخابات مبكرة وانتخابات مبكرة تعني بأن أكبر مستفيد سيكون من الانتخابات المبكرة هو حزب الخضر وحزب البديل لأنه لاحظتم بأنه الناس يرغبون بأمور جديدة فيما يخص بسياسة اللجوء سياسة الهجرة والعمل إلى آخرهم والتقاعد إلى آخرهم بين هذه الأمور الآن نجد متشوق لقراءة آراءكم كانت معكم هذه فقرة إخبارية من قناتكم ماروفيلتشيو أنشروا الخبر برك الله فيكم اكتبوا آراءكم اشتركوا في القناة زوروا القناة هذه هي آخر الفيديوهات اليوم عملت أيضا فيديو على مقابلة العمل والأوس بيلدون كان عندي فيديوهات أخرى لإحبتي السوريين فيديو عن الأوس بيلدون يعني توجد فيديوهات جديدة زوروا القناة اشتركوا فيها فعلوا الجرس السلام عليكم إلى اللقاء